وبالنسبة إلى رسام بالحبر الصيني وان مين مينغ فإن رسم لوحات مستوحات من الشعر بمثابة تخمير النبيذ فهو يحول خيال الشعراء الصينيين القدامى المشهورين إلى لوحات حبرية تصويرية شبه مجرد بهذه الحلقة من البرامج الثقافي لمحة عن الفنانين البارزين سنقدم لكم قصة الرسام وان مينغ نتابع التقرير التالي أهم شيء عند رسم هذه اللوحة هو إظهار عظمة مياه النهر الأصفر التي تتدلى على الجرب مع وقوف الشعر الكبير ليباي إلى جانبها والذي يرفع كوبا النبيذ تحية لها ومن أجل أعرض المياه المتدفقة التي تسقط من الأعلى ينبغي رسمها باستخدام حبر سميك ليعكس سرعة وقوة المياه عند بداية تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح في البلاد كان لتقنيات الرسم الغربية تأثير كبير على اللوحات الصينية زرت في فرنسا لمدة عشرة أيام في عام 1983 وشعرت بصدمة كبيرة حين شاهدت الكثير من اللوحات المعروضة في المتاحة سألني عديد من الأصدقاء بعد عودتي من فرنسا ما رأيك في فرنسا؟ أجبت لأنها رأي عجدا لأنها كانت المرة الأولى التي سافرت فيها إلى الخارج وشاهدت فيها هذا العدد الهائل من اللوحات الغربية ومع ذلك سأقول لا للإجابة عن السؤال حول ما إذا كنت سأغير أسلوبي في الرسم إذ أن التاريخ الطويل للفن الصيني يمنحني الثقة بضرورة اتباع الأسلوب الصيني في رسم اللوحات الحبرية الصينية سألني كثير من أصدقائي أيضا كيف أتمكن من رسم لوحات يسودها شعور الهدوء والسكون وأنا مشغول للغاية كل يوم قلت لهم إني أندمج في هذا العالم الساخب عبر العمل لكن لوحاتي تساعدني وغيري على الخروج منه وإرجاع الهدوء إلى النفس لذلك في الواقع أن الوقت الحقيقي الذي أنضيته في الرسم قليل جدا وفي معظم الأوقات أعيش حياة لا علاقة لها بالرسم في عام 2006 رسمت عشرين اللوحة وبعد ذلك توقف وبعد عام 2015 تصفحت لوحاتي تلك وقررت مواصلة الرسم وفي غالبية الأوقات قبل ذلك تركت الرسم وخلال الفترة ما بين عامي 2017 و2019 أكملت إبداعي سألني كثير من الناس لماذا لم أكملها في وقت أقصر في الواقع يمكنني إنجاز ذلك إذ وضعت خطة ولكن ما تعلمت من رسم هذه اللوحات دوال هذه السنوات هي أن رسم اللوحات الشعرية بعد التعمق في تفاهم البيوت في القصائد الجميلة هو عملية تعلم وتفاهم وتراكم وأصعب شيء في رسم اللوحات الحبرية الصينية هو أنها تحتوي على شعورك وتفهمك لما تود رسمه وفي كل فترة من الحياة ما تستلهم مما تقرأه يختلف تماما وهي عملية بطيئة ولكن مشوقة مثل تخمير النبيذ شكرا